السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل النهار ده يا حبيبي 15 لتر من البرسيل الجيل بمنتهى السهولة للغسطلات العادية والفوق اوتوماتيك هنعمله بخامات بسيطة جدا واللتر هيتكلف حوالي من حوالي جنيه وربع 15 لتر هيتكلفه من 20 جنيه ل 25 جنيه اول حاجة هستخدم صابونة بلدي او الصابونة دي اللي هي سانلايت 3 جنيه اللي موجودة عندك لو مفيش البلدي البيضة او الصابونة دي سانلايت عادي ممكن صابونة وش بس انا بقول لكم الافضل في النظافة واللي بتجيب نتيجة احلى انا جايبالكو افضل طريقة للبرسيل الجيل وكلها خامات متوفرة وحتلاقيها هبشرها وهحط عليها لتر ونص مية بالطريقة دي كده احط لتر ونص مية احط الاول نص لتر واقلب لغاية ما يعمل فم كده عالي وارجع احط نص لتر وارجع احط نص لتر كمان هفضل اقلبها انا مش عايزاها يبنيها ملامح خالص انا عايزاها يعني تبقى عبارة عن كريم شنطي هتشوفوها دلوقتي منظرها عاملت ازاي اها بالمنظر ده كده شايفين اتحولت ما فيش ملامح ان دي منظر صابونة شايفين اها قلب فيها تاني برضو المنتج ده يعني يا حبيبي عايز تقليب دايما دي العدة اللي انا بستخدمها بس بالله عليكم تستخدموها للصابون بس او للحاجات البرسيل الجيل والحاجات دي بس انا معايا بخمسة جنيتك صابون ومعايا باثنين جنيه فانش مزيل البقع وممكن تجيبو كيس فانش عادي من اللي هو الجاهز ده وتحطوه مش تقلبوه في مياه زي ما انا عملته كده لان بس انا جبته يعني ايه من ضمن الطلبات من عند البيع المنظفات اها نص باتنين جنيه فانش حطوه في نص لتر مياه بالطريقة دي وهاركنو وهاجيب التكسبون احطوه في لتر مياه سخنة المياه دي مغلية مسبقا هو التكسبون بيبقى صعب في الدوابين فالخطوات دي بعملها قبل منها حطوه في لتر مياه سخنة واقلبو كويس وهاركنو برضو على جام شايفيني حبيبي البرسيل الجيل جيركن اتنين لتر ونص بخمسة وسبعين جنيه وبيبقى خفيف المنتج ده ان شاء الله تقيل ونضفته افضل من البرسيل الجيل الجاهز معايا نص لتر مياه وعليه ايه نص كيس ملح وهقلبو وهاركنو برضو وهنشوف هنعمل ايه هنزل بقى بالصابون حبيبي الطريقة البرسيل الجيلي دي ولا بتقطع معاك والمنتج تقيل وجودته عالية وممتاز انا قلتلكو افضل من الجاهز بس امشوا على الخطوات اللي انا قلتلكو عليه بالطريقة دي قلبت فيه مفيش خالص ملامح صابونة نزلت بقى ايه بالفانش اللي مدوبها في نص لتر مياه وانا قلتلكو لو عايزين تيجيبو كيس فانش بس انا ملقيتش صراحة عند الراجل جيبو كيس فانش من اللي هو العادي ده ونزيلو بيه على طول على الصابون من غير ما التوبو في مياه بسم الله الفانش ممتاز بيشيل البقع يعني كويس في شايلان البقع وهقلب بالطريقة ده دي هي والمنتج ده عايز تقليب كويس كل ما تقلبي فيه كويس كل ما يديكي جودة عالية بالمنظر ده كده بسم الله شايفين نشكله ما تقلقوش من الفم العالي ده بعد ما نفنش الصابون الجل البرسيل جل هو هيهدى كده بعد 3 ساعات هيهدى الواحد هتشوفو دلوقتي بالمنظر ده كده شايفين هنزل بقى بالتكسبون 5 جنيه تكسبون وانا قلتلكو حبيبي المعلاقة والكوباية والحاجات اللي انتو بتستعملوها دي خلوها مخصصة للصابون السايل والدوني والبرسيل الجل ما تستعملوهاش في البيت خالص علشان صحتك وصحت ولادك نزلت بالتكسبون وهضرب برضو اذا افضل شغلة بالمضرب كده حوالي 4 دقايق او 3 دقايق متواصلة حبيبي لو عجبكو الفيديو الفيديو لايك بقى اهو بالطريقة دي شايفين هنزل بقى بعد كده بالملح الملح بيديله تقل بيتقل المنتج معنا نص كيس ملح صغير وهبدأ برضو اضرب بالمضرب بالشكل ده كده حبيبي اللي انا قلت لكم اللي عاوز يعمله تجارة هو مشروع مربح 100% انا دلوقتي حطيت 3 لتر ونص مية واخدين بالكو باقي المية بعد ما فنش المنتج حسيبه 3 ساعات او 4 ساعات وارجع اضيف عليه المية السخنة بالمنظر ده كده المنتج ده يا حبيبي انا جايبه لكم بافضل طريقة وخامات كلها موجودة تحت ايديكي مش هتغلبي ولا هتقولي ولا بتاع المنظفات حيحش عنك ده نص كباية خل نص كباية خل هضفها كده وبرضو ايه ايدي شغلة بالمضرب الطريقة دي طريقة ممتازة يا حبيبي للبرسيل الجيل افضل طريقة للبرسيل الجيل وبتدي نظافة عالية وانا قلت لكم الخامات متوفرة بالمنظر ده كده هنزل بعد كده بكيس كولوروكس للألوان لو عاز فيه كياس اصغر من كده يعني لو عازين تحطه كيس اصغر من كده عادي ماشي شغال بس انا ملقيتش عند البيع الا الكيس الكبير ده يعني هو قدي كسين من الصغيرين بس عادي يعني يشغل وبرضو ايدي شغلة بالمضرب هنزل بعد كده بالكربوناتو اللي هو ايه بيكربوناتو السوديوم دول بتلاتة جنيه صراحة بتخلي الغسيل شمعة فلة جربوه يا حبيبي بالطريقة دي مش هتندمه ابدا يعني بس بالله عليكو ما تحطوش الصبونة بعد ما تتبشر في مياه سخنة وتحطوها على النار اعملوها بالطريقة اللي انا قلتلكو عليه هو الكيس بقى اريل او برسيل بخمسة جنيه بالمنظر ده كده وهضرب اوعو تحطوا الصبونة على النار يا حبيبي انا قلتلكو في مياه سخنة وافضلو قلبو فيها يعني من الاخر امشوا على الطريقة اللي انا قلتلكو عليها هتاخدوا افضل برسيل جلي انا قلت لكم دول هيطلعوا معي 13 كيلو وهزودهم 2 لتر مية كمان يعني بصوا هيبقوا هو منتج تهيل جدا هننزل بقى بملح اللمون معايا ب2 جنيه ملح لمون خمات كلها بسيطة جدا وفي المتناول الجميع يعني بصي كلها بالكتير 25 جنيه بعد ما نفنش المنتج انا قلت لكم ده للغسلات العادية والفول الاتوماتيك هنحط بقى مادة اسمها انتي فوم مانع للرغوة ده الاول ايه اول حاجة ده البرسيل الجيل ده الريحة يا حبيبي حطيت ايمة باكوين باكوين برسيل جيل بريحة اللفاندر بيبصوا خلي بالكوا ريحته قوية جدا ودول بجنيه شوية اللون ده بجنيه هفضيه هنا وحط عليه شوية مية وقلبه وانزل به شايفين المكونات كلها ببلاش يعني حاجة رخيصة جدا باكوين البرسيل الجيل اللي انا حطيتهم قبل اللون ده عشان الريحة مش عايزين تحطوهم حطوا بخمسة جنيه ريحة ريحة البرسيل بخمسة جنيه حفظة لقلب كده اللون وما تقلقوش خالص من الرغوة دي ساعتين تلاتة وحتلقوا الرغوة دي رحة خالص انا عملته صراحة المنتقل اللي انا عامله قبل كده قرب يخلص مفيش فيه اللاشوية صغيرين قلت بقى نعمله ونوريكه هو بيتعمل ازاي بالطريقة دي شايفين منظره الجميل مش عادر اقولكو بقى على تقلقو كل ما يععد حيتقل اكتر ده اللي باقي مني من المرة اللي فتحت حبيت بس اورهولكو شايفين ومخففة كمان بمية يعني بصوا ده انا باستخدمه كده البيت اما ده المنتج اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي مع بعض حبيبي احنا مش هنستخدمه دلوقتي حسيبه 12 ساعة و24 ساعة وبعد كده هضيف عليه المية وقلبه واستخدمه خلاص شايفين منظره بسم الله ما شاء الله تقيل جدا ويبصوا اللي بيتبع برا بيبقى خفيف وده انضف كمان يعني جودته عالية